بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة مع بعض هنجمع الجاكت الحريمي الكول تايير الكول تايير بس احنا عاملينه الطريقة اللي هو آآ كازول شوية مش الكلاتي وهنشوفوا مع بعض هنجتدي ناخد العلامات بتاعتنا هاخد العلامات تفك البطرون من على القماش وارجع لها. رجعت لكم تانية يا حبايبي انا بكل اللي عملته شقية الفردات اللي احنا متعودين عليها على حروف المسافات الخياطة اللي احنا واخدينها زي ما تعودنا مع بعض من الاول بوديوهات قناتنا واحنا بنعمل كده. هنبتدي ايدي الامام وايدي الخلف. هنجمعهم مع بعض. هسيب قبل قبل خياطة العلمة الخياطة هنا فاقف قبلها بشوية عشان لما يجي اركب باستجاف بتاع المرض من قدام. او المسرط. شفاية كده. هنجمع سيب حتة كده عشان لما يجي اركب المسرط هتلفة عليها. هنجمع سيب حتة كده عشان اجهزهم ان انا اركبهم. اكتب نتقاه الكم متجي. هنجمع سيب حلواتي خياطة. خلاص. اعملت خياط اللي قفلته لكم. الثاني زي ما عملنا الاولاني هنعدله عشان نبتزي لشبكه في جسم الزكت. هنبتزي لشبكه. طبعا الفرد بتاع الخلف اللي في الكم بيبقى ناحية جسم الخلف. الكم هنا. فيكة مكسرة. فوق من عند حردت. عند خط الكاتف. هنبترمت الكم من فوق. بعد تزل يا جماعة على الاصوات المزهجة. وهبتجي افرد القماش برضو في الكم التاني. بزبط كمي. وبياخد له مقدار زيادة اللي هعمله كسر فوق. بطفعه. علشان ابتجي اعمله كسر مكان ما انا عايزة. يوهين اعملنا تلف كسرات صغيرين من ثلاثة شمال. هنعمل الحرية دي الكم التاني. نقصي طريقة الاولاني. اكملو وارجع لكم. انا اصلت الركيب تلكم زي ما اوضت لكم. ورجعت لكم. هنعمل الكولة. هنعملها ببعضها. هنتشبكها. علشان نقفلها. قلب الكولة بالمكوة وارجع لكم دي. دلوقتي يا حبيبي انا قلبت الكولة وهنصبتها بالمكوة زي ما قلت لكم. هنبتدي نصبت نصف الكولة على نصف الخنف. وهنبتدي لمشيها كده. جات عند الشق اللي احنا عندينه اللي هو بتاع خط بداية التركيب بتاع الكولة. علامة بداية تركيب الكولة. علشان لما تتخيط وتتقلب هتبقى بالمنظر ده. هنكمل تثبيت الناحية التانية بنفس الطريقة. هنكمل تثبيت وارجع له. انا يا حبيبي سبتت الكولة زي ما ورتها لكم بالدبابيس. هبتدي بقى اجيب بطونة السجاف بتاع الرقبة او المصرة. بص يا من كدفة على كدفة اهو. وهبتجي السجافة. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. العلامات بتبقى فوق بعضها في التركيب يا جماعة. الدوران بتاع الحرف بتاع الجاكت. يبقى على بعضه بطريقة جيدة. سبترسة. هنم تبدو مهوني يجب بطريقة جيدة. انا حنت اقبلها. المال الرحيم ان كدفة استخدام السجافة بالتغيبات. المرد بتاع الامام بتاع الخولة. بصوا بقى بعمل ايه في المصرة? المهون جاية بحطوها على بعضها. وقفتها بالزاخر عادي. علشان بعد كده لما اجي اكل والزا هتتكوي كده. بتدي اركب المصرة التانية. هركبها بنفس الطريقة وارجع لها. بعد ما ركبت الكولة المصرة الناحية التانية. اهيا هي في الكل شال العادية بتبقى دي اعرض شوية وبنتنيها كده او ممكن تبقى هي رفيعة وبنتنيها كده البرة. لكن احنا في الجاكت ده هنسيبها مفروضة كده في اللبس. احنا ممكن تتني وممكن تتساب مفروضة. احنا هنسيبها مفروضة كده وهتلبس الجاكت بالمنزر ده. احنا نقسنا كده نركب القلبة بتونت القلبة بتاعت الكم. وهنركب الجيوب العروة المنزر. هنعمل الجيوب بشكل جديد عن غير الجاكت الكل شال اللي عملناها. هنعمله ليه بانضة من بره. ونتعلم ازاي نعمل البانضة مع بعض. هنبتدي ان احنا انا لزقت الحاجات بتاعتنا. دي طبعا من طاقة انت الكم. ادي البانضة بتاعت الكم. الجيب. دي هقفلها. وادي الشفات بتاعت الجيبين. وادي الجزء اللي هبقى اثبت عليه الجيب. فهبتدي بقى ان احنا هنثبت البانضة دي نقفلها ونجهزها عشان تتركبها. كده. انا جهزت البانضة عشان قلبها. وتكوي بعد ما صفي بقى لو ماشي. طبعا لو ماشي اللي جوا ده لو سيبته كده هيكلكم. فببتدي باخد منها مسلسات كده بطيارة. في الدوران يا جماعة. بنعمل المسلسات دي. بصتوا الفرق بقى الجزئية اللي احنا. اسقصنا المسلسات منها والجزئية التانية. بصوا هنا هتلاقي فيها كلكعة ومش متزبطة. حتى في الملمس بصوا هنا فيه سمك قد ايه وهنا خلاص تزبط. اسقص الجنب ده. واجهز البانضة التانية وارجع لكم. رجعتكم يا حبابي انا خيطت البانضة التانية. وقلبتهم بالمكوة. هنتجي بقى نعمل ايه? نسبت المنظر بتاع البانضة بتاعتي الدين. هنجيب دول مفروض جهة تبقى كده. الناحية اللي هتبقى من جوة كده بخيطها الاول من بره. وبتجي بسبت على نصف صمتي كده وببتجي اسبتها. او صمتي عشان هيبقوا اللي اتنين وصواد بعض. على صمتي الاربع كده يا جمع مش مش كتير عشان هي شافة تفجي طبع عريضة. احنا. افرضوا لكم اكتر عشان يبقى واضح. كده وبدخل في في الخط بتاع. نجيب الرسمة اللي انا رسميت. كده دي وصلت الاخر الجيب فبرجع باخد غرزة عكس كده. حاني بتجيبها الركب البنضة اللي فوق. دي لما يتقلب يا جماعة تبقى كده. فبنركب واحدة. وصادها بتبقى برضو ركبة الناحية المتنية اللي بره. وبنفس الطريقة. اسبت البنضة التانية دي زي ما انتم شايفين زي الاولانية بالزبط بنفس الطريقة. اهي بس احنا طبعا قلبينها الناحية التانية. اكمل لس راجب بتاعتها وارجع واريكو هنركب عليها البنضة ازاي. رجعت لكم يا حبيبي. قديني سبتها كده. الفتلة في الاخر ما بقطع اش بقوم حطة اللي هي البنضة. فوق البنضة بتاعة الشيف دي الجيب. وبقوم سبتها مع بعض. لو انا هعمله جيب بجد بحط طبقتين قماش فوق البندات بتنفس اللي اتجاه. بحيسة ما بتتقلت باخدها من جوب وبهي المكان بتاع الجيب. كده احنا سبتنا الجيب. هبتجي بقى اجي افرد ما ماش كده بعيد. شايفيني الخط اللي احنا كنا عاملينه وهم ده في النص بنشق منه. كده بنشق من على الخط اللي احنا. اللي احنا. عاملينه زي ما احنا رسمينه. وبنيجي عند المثلس اللي احنا واخدينه بتاعة التزبيط بتاعه. بنشق لحد زوية الخيطة بتاعة الجيب هنا. طريقة سهلة جدا. ما بتفعش اي حاجة ولا اي صعوبة. اهم حاجة بس انت بتبقي رسمة. المستطيل اللي هترسمي عليه الجيب صح وبتسرجي عليه صح. كده طبع بنفك السرقة. هم هم مدخلين. نجيب من جوة كده. بسيب البنضة. بتاعاتش من بره. احنا طبعا عايزين نهو المنزر كله. احنا ما اعتمدين ان احنا هنجيب منزر البنضة. هيبقى المنزر كده يا جماعة. كده يا حبيبي هنوقف الفيديو الحد كده في الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل تقفيلة الجيب وهنعمل اللبات لكم. وهنتشوف برضو الجاكت في النهاية كان شكله ايه. دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللقوم.